النهاردة أيضا مباراة أخرى في الدوري الممتازة زمالك يخسر أمام المقرول العرب بنتيجة 1-2 محمد سالم تقدم للمقرول العرب في ديئة 30 روغ الحارس الشاب محمود الشناوي وسجل الهدف محمد سالم واحد من اللعبة المميزة جدا في الدوري واحد من هدفين الدوري الموسم ده تقيبا في المركز السابع أو الثامن على ما أتذكر عامل أداء مميز جدا نغم من المقرول العرب بشكل عام مش عامل أداء جيد هذا الموسم بعد كده هدف تاني غريب جدا جدا موقف دفاع غريب جدا خمس ست لعبة رحيم المقاولين على ثلاثة من الزمالك ويعني فيش عمق دفاعي خالص وإذا محمد عنطر يحط الكرة على يمين الحارس محمود الشناوي يسعر عنها طبعا محمود الشناوي بس ما نقدرش نلوم قوي على محمود الشناوي الحارس الشاب لسه بياخدوا خطواته الأولى مع نادي الزمالك وبعد كده قدر سيف الجزيري ده الفارق بهدف في ديئة 62 بعد تصويبها ضلت طريقها من محمد أشرف روق وكملها سيف الجزيري في المرمى مسجلا الهدف الأول والأخير لنادي الزمالك في هذه المواجهة فوز يعني ينعش ينعش ولو بشكل بسيط أمال المقال العرب في محاولة النجاة من الهبوط والزمالك يعني ما قدرش يحسن مركزه في جدول ترتيب الدوري هتقولي جدول ترتيب الدوري يا شباب الأول لكم الموقف بالنسبة ليه جدول ترتيب الدوري الآن بعد نتائج اليوم عشان نعرف كمان الموقف في الصدارة وأيضا الموقف في صراع الهبوط خاصة بعد فوز الأهلي اليوم في الصدارة والمكولون في منطقة الصراع تحت إيه هاللي يحصل الأهلي في صدارة الجدول بـ 72 نقطة ينفرد بالصدارة بـ 72 وبيفارق مباراتين أقل عن بيرامد صاحب المركز الثاني بـ 69 نقطة بعد كده المصري يجي في المركز الثالث ومودرن سبورت في المركز الرابع ثم الزمالك في المركز الخامس بفارق مباراتين عن المصري ومودرن سبورت مباراتين أقل يعني لو كسبهم الزمالك يبقى 52 نقطة قد المصري يعني وارد برضو أن الزمالك ينهي الدوري في المركز الثالث رغم الهزيمة النهاردة سموحة في المركز السادس ثم زد في المركز السابع سراميكرو باترا في المركز السامن انبي في المركز التاسع في العاشر لاتحاد سكندري طلع الجيش في المركز الحداشر وفي المركز الاثناشر البنك الأهلي وفي المركز التلاتاشر الجونة في المركز الاربعتاشر الإسماعيلي وفارقه في المركز الخمستاشر المكول العرب في المركز الستاشر وبلدية المحلة في المركز السبعتاشر وأخيرها الداخلية اللي هبط رسميا في المركز الأخير بالتسعة عشر نقطة بص انت مكول العرب يعني محتاج محتاج انتصارات في كل المبارات اللي جاية خد بالك مكول العرب عمل كده الموسم اللي فات عمل معجزة مع الكابتن شاوء غريب هو محتاج المعجزة دي تاني مع الكابتن عماد النحاس لو قدر لو قدر بخول العرب يعمل ده هتبقى معجزة للمرأة ثانية على التوالي بأداء حيبقى خطير جدا خلونا نشوف الموقف صعب جدا بالنسبة لكول العرب بس يعني قادي بيحاول